الموضوع حاجة تاني. رغبة اللاعب. عشان الناس بس ما تقولش ان احنا بنبرر احتراف. بص. رغبة اللاعب. انت عمرك ما هتقعد لعيب غصبا عنه. لازم نقول ان رغبة اللاعب في العالم كله دلوقتي النهاردة النمار مشي. حتى لو 222 مليون يورو بس مشي. ليه? لان رغبته انه يمشي. النهاردة برشلونة بيحاول مع كوتينيو ليه? مع نجم طبعا ليفاربول. علشان آآ ياخد الرغبة دي ان هو يمشي. يعود. شفت عرضان لك جول بردو عشان ما. في من ده كتير. شفت شفتو يا جماعة. ما بيعرضوش. ها. لازم لازم. متوضع يا وليد صراح متوضع عليك عندي من اللجون دي كتير. لازم يترقص. لازم مبدأ ايه. بصوا. لازم يترقص. فكرة الرغبة. فكرة الرغبة. دي اهم حاجة. اهم حاجة في الكرة دلوقتي. الاول زمان. مع كانش فيك كلم ده. كان يقولك ايه. انا جالي مليون عرض احتراءة. يعني انا. خد عشر. فاكسات. انا. وهدي خشبة. كابيت اللي ارحمه دو عدد كابت صالح سليم. وروحنلو مكتبو. في حروض الفرج. يحلى انادي اسمه ار كيسي في هولندا. خامس الدور الهولندي. وجايب الينا عروض عشر فاكسات. وربا آلابته. حتى نراد. كابت صالح. لقيتها. اتو عايزين تسيبوله? بعد كدا بعد اما سوف تسيبونا؟ انه لا خلاص اعنى ازفينان يلا هادي هي الفكرة في ايه؟ الاول ما كانش فيه كده كان يقولك مثلا ايه كمونة اوعه استنى بس استنى بس لا لا استنى عشان دي جزء اهم جدا انت كلمنتي فيها دي بعد ما ربناكو حاجة ولاعب دايب و مرضو مش لا 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 بتفرق حتى لو عيبت ربي فقال بالناني خلاص الموضوع ده انتهت الموضوع ده انتهت الفكرة دلوقتي رغبة اللاعب رقم واحد دلوقتي العالم كله بيقسم انا رايح اساسي او مش رايح اساسي مفيش حاجة اسمها اشتري وخلاص اللاعب اللي انا جايبه ده انا جايبه يلعب ولا جايبه ما يلعبش فهي بس عشان ما طولش عليك حجازي يحترف لازم يحترف ما تقوليش مش هتقعد واحد غصبا عنه يعني رمضان صبحي يعني عارب مليون مليون رمضان صبحي جاله نوعه المادية لا والراغبة كمونة من اقولك رمضان صبحي لما جاله عرض ستوك سيتي خلاص هيمشي هيمشي الفكرة بقى الجزء التاني بقى هتحضر البديل ولا لا دي بقى ايه مربط الفرس انت بتسأل كمونة كان مين استردباكت في جيلك لكن هم عوضوا غيابه يعني كانوا اللي موجودين على نفس الكفاءة ادر محمد يوسف وادر ابو الدهب وادر الحديدي وادر مشير ان يشيلوا ان الفراغ اللي هيعمله كمونة هي ده دور النادي الاهلي دلوقتي حجازي احنا صممنا يعني كان ليه الشرف ان انا يكون موجود في لجنة الكرة في النادي الاهلي وكنت واحد من اللي صمموا على حجازي يعني حجازي ده كان تارجة اول لنا ان بص منتخب مصر والنادي الاهلي ما تزبطش في الكرات العالية وما تأمنش وما وصلش امم افريقيا وما وصلش انهائي امم افريقيا الا بوجود حجازي وعلى جبر لان انت بقيت تاخد العالي كله بس انت داخل في الجنين في المنتخب كور عالية وتوقفت على السدرو بمنطلقة رحية انا بس بنتكلم على سلباته ايجابية انت بتتكلم على كمان ايه يا كابتن ميلو على حالة يعني انا الاول منتخب مصر انت لو شفت منتخب مثلا غانا اكيد 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 الله اي حد كان بيشيل كرة كده لجنة الاهلي او منتخب مصر او الزمالك كان بيبقى عندك مشكلة المهاجمين اقوية وطوال وبيقف محطة وبيبقى عندك مشكلة انا بدعم رأيك على فكرة بس انا لازم ارد عليك بلسان الرجل اللي هو دلوقتي بيسمعني اقولك طب ما هو لكن هو كان كفاية ان هما بطلعهم مباريات كل مباراة انا لازم هيدخل لاجوان كتير بس ايه الفكرة في ايه انا احتياجي للعيب ده مؤثر ولا النهاردة بقى دور الجهاز الفني ودور ادارة النادي الاهلي ان انا اعوض حجازي انا ما عنديش مشكلة ان انا بيع لكن هتقدر تعوض ولا لأ النهاردة العالم كل واقف على ان برشلونة فقد نمار انا بقى ادارة برشلونة اللي هما عندهم ادارة الكورة المدير الرياضي والمدير الفني وبقيت مجلس الادارة هيقدر يعوض نمار ولا مش هيقدر هو ده التحدي اللي عندك طيب قبل ما اجيلك كابتن سامير علشان نتكلم على يعني الحكم العالمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة